وحول مؤتمر الأطراف لتغيرات المناخية كوب 27 والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر ستطرح العديد من المبادرات بشأن تغير المناخ وأعرب شكري عن أمله في مواجهة تحديات المناخ بشكل أكثر فعلي وذلك من خلال العلاقات القوية مع الاتحاد الأوروبي نحن على وشك الشروع في استضافة مؤتمر الأطراف كوب 27 وفي خلال هذا المؤتمر سنقوم بترح مبادرات متنوعة إقليميا ودوليا لدفع جدول أعمال تغير المناخ وزيادة الطموح ولكن أيضا قدرة وفرصة مصر كونها منتجا رئيسيا للطاقة الخضراء نحن نتطلع إلى علاقة تعاونية صحية مع الاتحاد الأوروبي بهذا الصدد ولكن من المهم التنسيق ودرجة الفهم المشترك للعديد من القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك ونحن نؤمن أنه من خلال جهودنا المبذولة سويا بمقدورنا مواجهة تلك التحديات بطريقة أكثر فاعلية